أستاذة أمت الله من دمياط أمت الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي ربنا يا حفاظ حضرتك تفضلي يا فند لو سمحت عايز أستفصر من حضرتك كده أنا متجاوزة بقالي حوالي 7 سنوات ومعايا طفلي نكبرهم 5 سنوات نعم أنا زوجي مسافر وواخد والديك ومعايا طبعا ما فيس يعني هو سيف ان احنا ما لناش حقوق اي حقوق عنه خالص على مجرد ان هو يبعت لنا المصروف بتاعنا زبعته بالذلة وما فيس اي حقوق لنا عنده على مجرد ان هو يتصل علينا كل كم يوم كده وخلاص طبعا هو مش عايلكم كده لكن هو ده تصرفه لكن هو ما عايلكمش كده لا هو تصرفه كده وحتى المطلب ان انا مثلا ان انا لا المفروض ان احنا يبقى بيننا تواصل اكتر او او المفروض سؤال علينا اكتر او حتى طبعا انا عارف ان هو طبعا انا عارف ان هو استاذ اامة الله مثلا يعني غير مجرد المصروف ده وخلاص لا انا كزوجة لي حقوق طبعا اامة الله انا عارف ان هو ااخد والدته عشان هو بيقول ان ما فيش حد يرعاها وهي ملعاش غيره فهو ااخد عشان كده صح؟ هو لا هو فيه حد يرعاها وكل حاجة وهي مش كثيرة في السن ولا حاجة انا بقول هو بيقول ايه انا بقول هو بيقول ايه المشكلة عندي ان هو ااخد والدته معي شيخ المشكلة عندي ان والدته دي بتكيب فيها جدا وان هي قرهته في ايه وقرهته في اولاده وقرهته في اهلي لدرجة ان هو قطاني وقطع اهلي وقطع يعني الفضل ما قطعنا تانا وهي قادة معا ما مسألش عنونا خالص وانا يعني رجع لنا انا اللي اتنزلت وانا اللي عملت حاجات كتير لمجرد ان انا مش عارفة اصوم ايه اللي حصل تمام المشكلة عندي ان هي معاي المشكلة عندي ان هي حتى ما بيحصل التواصل بيننا وبين بعض وهي تبقى موجودة بتستفزيني بطريقة وحشة جدا كأنها يعني مش مجرد امضة مجرد زوجة تانية هو واخدني وسايبك وبتوصل يعني انها بتعمل تصارفات ويعني انا مش عايزة ابقرها في البرنامج انا طبعا بس اثر نفسيا جدا وبأثر على ولادي وفي حالة انهيار دائم طيب اه امات الله اسأليني سؤال ايه سؤال حضرتك السؤال انا يعني ايه تصارف انا حاولت معا بكل احنا حتى ان احنا افلتك تبقى مستقرة لان احنا كنا مستقرين في البداية واسأ فوة 180 درجة 180 درجة انا مش عارش ايه سبب القلب دي وليه كده وليه القطيعة دي يعني مش مجرد ان هو بس اثر معانا احنا ده هو يعني هو كره اللي كان بيحبوه وحب ووسق في اللي كان بيقراه انا مش عارش ايه ساب القلب دي وهل انا انا مش عارش اعمل ايه يعني لو حضرتك تفيدني خليني خليني اصيغ سؤال حضرتك في الجملة اللي حضرتك قلت يا في الاخر انا اعمل ايه هجاوب حضرتك يا استاذة امات الله تعملي ايه اول حاجة اول حاجة لازم نتفاوض على انك انت واولادك تكون مع زوجك دي اسمها الاسار السلبية للغرب ده اللي انتو فيه اسمه الافتراق والبين والفراء يعمل اكتر من كده وصحيح الناس لما تأملوا في الحياة قالوا البعيد عن العين بعيد عن القلب يعني ان البعد جفى فاللي انت حساه من القلاب ده التطبيعي جدا 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 بسبب البعد هتقوليلي بس ده ما حصلش من اول سنة جواز عادي بقى بقى انا متراكمين فهو اعتاد على عدم موجودك في حياته على الاقل للمدة تسعة تشهر في السنة فهو لما اعتاد على انك انت مش موجودة تسعة تشهر في السنة هو برنامج حياته انت مش موجودة فيه كركن اساسي فهو عندما يفكر بيظل يفكر كابن مش كزوج فيفضل مين مصدر الحنان بتاعه مين مصدر الدفء بتاعه مين السدر الحنين يا امه ده وصف وليس بيان المؤامرة هي ما فيش مؤامرة هو اخذ والدته معاه لانه حاسس ان والدته هي اللي هتفهمه اكتر وحاسس ان انت اتكوني معاه عيعيش جزء كبير من حياته في جدلية جدلية ايه؟ انا وامك انا وهي طب واضح ان انت مش قادرة تتجاوزي اللي بتعمل والدته احنا ساعات انت قلتي بتقولتي تعبيرك انها هي زوجته التانية انا اقولك حاجة حتى لما يكون فيه حد عنده زوجة تانية بنقول لها ايه خرجيها من دماغك انت اول خطوة بتقوليلي اعمل ايه؟ خرجي مامته من دماغك يعني انا عارف لان شغلتي كده شغلتي البشر فانا عارف الست بيبقى ايه؟ الست اربعة وعشرين ساعة بتفكر في هذه المرأة زي بالضبط هي انت قلتي تعبير نفسي واضح ان انت بتتعامل معاك كأنها زوجة تانية فهي اربعة وعشرين سنة قدامك يا تارا بتقوله ايه دلوقتي عني؟ يا تارا هي بتفكره بايه؟ يا تارا ايه اللي صغته؟ فهو لو تكلم بكلمة انت حسن ان ابرد صوته مختلف اه ما هي ملياة مني حتى وهي مش ملياة منك الحل كده بنقول للانسان عشان يدير نفسه بشكل صحيح من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه اللي انت مش شايفه ما بينه وبين امه ده لا يعنيكي فرميه ارمي ده طب ايه اللي يعنيكي علاقتك بجوزك علاقتك بجوزك النص ساعة اللي هو بيتصل بيكي فيها انت والاولاد خليها افضل نص ساعة في يومه اتكلمي فيها قولي له قد ايه انت بتحبيه واشركيه في الامر ده بس بشرط انت وبتيشركيه اشركيه مش انك انت بتصدرينه مشاكل عشان يحس قد ايه غيابه عاملكم مصيبة ولكن اشركيه في الافكار اللي انت بتفكر فيها عشان تحلي حياتك انت دلوقتي بتقول ليه هو انت يا مولانا مش واخد بالك ان انا موجوعة لا انا واخد بالي ان انت موجوعة بس انا بحللك وجعك الحل بتاع الوجع بتاعك ان الحسنات يذهبن السيئات ان انت تعملي ذكريات وتعملي تواصل جميل بينك وبين زوجك هو ده الحل طيب وهي واللي بتعمله في ربنا انا شوفي ما دخلتش معاك في جدال ان هي كويسة ولا وحشة نفترض ان انا ستقت اللي انت بتقول ليه اركني ده في ربنا اعتمدي على ربنا واعملي تواصل حسن وجميل ومريح بينك وبين زوجك اهو حسن وجميل ومريح جوزك مش هتبقى اوه عايز ينزل عايز يجيبك معاه لانه حسن بانك انت بقتي ايه اللي حصل نسمة الصفة حياته الحاجة الجميلة اللي هي خير ومتاع الدنيا الزوجة الصالحة انت سألتيني اعمل ايه بقولك كده لان ده الحل لناس بعيدة عن بعض في الغربة واول ما ييجي بقى تيجيبيه من ايديه وتجينا على مركز الارشاد الزواجي لان ده وات كمان اممكن نقولكم شوية حاجات وامور تصلح ما بينكم وتصلح ذات البين ان شاء الله